اهلا بحضراتكم في فاكرتنا التانية والاخيرة هنتكلم فيها عن موضوع بيهم كل اتنين بيستعدوا لفرحهم هو ازاي بنجهز للفرح بداية طبعا من اختيار المكان والفوتو ساشن وصولا طبعا للديكورات الخاصة بالفرح تفاصيل كتيرة عن تنظيم الافراح هنعرفها من دفتنا اللي منورانا الودينج بلانر اماني رمضان وصباح الورد عليك يا اماني يا اماني يا اماني يا اماني يا اماني يا اماني خليني في البداية اعرف منك يا اماني انتي دراستك ليه علاقة بالموضوع ده ولا انتي كان هواية وبدأتي كده الفكرة جتلك منين وازاي اماني دراستي ليه علاقة كبيرة بالموضوع لان انا درست هندسة معمرية واشتغلت في الانتيرير ديزاين لفترة فده سعيدني كتير طبعا مجال الودينج بلاننج طيب من الهندسة المعمرية للودينج بلاننج عملتي ده ازاي يعني جاتلك الفكرة بقى بتعتي عايزة بقى بلانر منين موسي هو انا دايما كنت بحب الديكورات والتنظيم وبلاننج المكان عمتا فده كان الباشن بتاعي فبداية ابتديت بإفنس زغيرة بعد كده موضوع اتطور طبعا لده ادخل سير وزيس يعني مختلفة اقبر الموضوع ابتدا موهبتي في الحتة دي تبقى ملحوزة يعني اللي حوالي فمن هنا ابتديت الموضوع اوكي طب يعني في الاول ما كانش فيه حتى بيقولك مثلا هو انتي مهندسة هتتجي الانتجاه ده اللي هو لا اشتغلي مهندسة مهندسة ايو طبعا واجهتي بقى التحديات دي في الاول ازاي ايو طبعا ده بان انا يعني من الاول كنت احبه ان انا اشتغل في الحاجة اللي انا بحبها يعني سواء بقى كانت ليه علاقة بدراستي او لا بس كان مهم بالنسبالي ان انا كون مبسوطة وانا بعمل الشغل ده بس فده كان دايما ردي على اي سؤال في الحتة دي طب وطبعا يعني او طبعا انتي ديزاينر او انتيرير ديزاينر مثلا وكده بس البلاننج حاجة مختلفة هل مثلا خدتي كورسز ليها علاقة هل مثلا كنت تشوفي فيديوز على يوتيوب بتعملي ايه بس ابتشان تتعلمي هو الانتيرير ديزاين ليها علاقة كبيرة بالويدنج بلاننج عمتان يعني الويدنج بلاننج يعتبر نفس فكرة الانتيرير ديزاين بس حاجة بتتعمل ليوم واحد او لايفنت واحد في اليوم لكن هي نفس القصة نفس الاساسيات بداخل فيها جزء ارتيستيك اكتر طبعا فيه ديكريشن جزء فيه رأي العروسة وزوءها دي حتى يعني من هنا بيختلف الموضوع عن الانتيرير ديزاين طب الديكريشنز بقى لو ندخل فيها يعني والديزاينز هل بتشوفي كودينج بلانوري يعني انه الديكريشنز بتاعت الشتا غير بتاعت الصيف او يعني اشكال كده الديزاينز وكده بتختلف هو طبعا في الشتا فيه حاجات بتليق اكتر مع الاتموسفير نفسه بتاعت الشتا عن الصيف يعني دايما الصيف بتبقى الالوان الفتحة اكتر الابيض الكلام ده بنتكال الابن اير اكتر في الصيف او الشتا بنتدي ندخل الاخشاب الستايل الراستيك الالوان اللي هي مسلا داخل فيها اورنج داخل فيها بيش بني يعني حاجات اللي بتدي الاحساس الكوزي للمكان او المريح يعني او بالضبط لكن الصيف ممكن نبقى نتكال الحاجات كالورفول اكتر الوان مبهجة مثلا بالضبط الوان مبهجة تليق مع يعني قصة الصيف نفسه والفايبس بتاعتر بس الشتا يعني هل بتتجي الالوان الغمقه اصلي يعني في الاخر هو فرح؟ وبتعمل ايه؟ بيبقى على حسب التست بتاع كل عروسة وعلى حسب هي متخيلة ايه وعلى حسب المكان كمان بيليق فيه ايه دي حتة مهمة قويا قصة ان يتعامل الديكريشن لايق مع المكان هو ده اللي بيطلع احلى حاجة طيب طبعا فيه فرق كبير من ان احنا هندكريت قاع عن ان احنا هندكريت حاجة اوبن اير فبتفرق في ايه بالضبط بقى ايه بالتكات يعني؟ اولا احنا في الابن اير بيدخل ستايل الزرع مكان المفتوح بالضبط وستايل المكان المفتوح في الموضوع يعني اكتر من قصة ان احنا بنعتمد مثلا على اللايتينج بالليل في القاعة المقفولة يبقى موضوع اللايتينج ده مهم جدا الانوار وكده؟ بالضبط لان هو بيبقى الاساس بتاع المكان الاضاءة اللي احنا عاملينها مش الاضاءة اللي هي بتاعت الديلايت فدي بتبقى حتة مهمة كمان في الابن اير بنروع يبقى التسبيت بتاع الديكريشن اكتر في حاجات تيكنيك اللي يعني بنروعيها اكتر في الابن ايرى عن القاعات المقفولة بيبقى ستايل المكان مهم فيها اوكي طيب دلوقتي لما بتيجي تحددي الديكريشن انت بتواضي طبعا مع العروسة والعريس طيب لو الاثنين عندهم قراءة مختلفة حصلك الموقف ده قبل كده اكيد مريتي بيحكي لنا طبعا يعني كل واحد بيبقى شايف الموضوع من ناحية يعني بس دايما بتبقى رأيي العروسة اكتر في الحتة دي عشان انتي عارفة البنات هي بتبقى مهتمة اكتر بكسة الديكور وهي شايفة الفرح بتاعها بطريقة معينة اللي هي الحاجة اللي بتحلم بيها طول عمرها يعني بس بحاولنا انا اقرب بقى يعني وجهات النظر بين العريس والعروسة اقول لهم على حاجة مثلا وسط ترضي للطرفين يعني بنوصل لحاجة في النص وحاجة برضو جديدة بحيث ان هو مايبقاش افنت متكرر او ديكور هو هو نفسه اللي بنعمله تاني طيب لو العروسة متمسكة بداكريشن معينة انتي مش حاساها لايق او مش حاساها ترندي دلوقتي او كده بتعملي ايه بقى بحاول اقول لها على افكار جديدة ووصل لها الفكرة بسكتش مثلا بصورة ريفرنس اللي حاجة هي ممكن تبقى مش متخيليها يعني عاملة ازاي بس لما تشوفها تحس ان او لا ده فعلا هيبقى حلو بس لو تمسكت برقياها يبقى اي الحل؟ اكيد بنروح لرقياها يعني عشان دايومها عشان ما تدقيهش بالزبط بالزبط فقط دي حاجة مهمة بس دايما يعني بيبقى في حل وسط او تتناقشوا مع بعض طلعوا حاجة كده او بالزبط اوكي طب قولين لو مساحة القاعة مثلا صغيرة اوي وفي معازين كتير احنا هنستغل المساحة ازاي؟ هننصاقها ازاي؟ دي طبعا حاجة بتواجهنا كتير ان الناس تب عايزة عدد كبير ومساحة المكان صغيرة بس بيبقى فيه حلول بقى زي ان احنا ما نستخدمش ديكورات الصغيرة بتاعها كبير نبتدي نخلي الصغيرة بتاع الديكور مناسب للمكان برضو اختياراتنا في التربيزات في الكراسي في كلام ده كله ومساحة الدانس فلور حاجات دي كلها بتفرق طب و ايه يعني خلينا نعرف منك ايه الحاجات الترندي بقى السندي يعني او السيزن ده سيزن خريف احنا شايفين خطوبات كتير افراح كتير فاقولي لي ايه الحاجات الترندي دلوقتي؟ دلوقتي الالوان طلع قوية جدا يعني استخدام الالوان في كل حاجة الالوان البيزيك اللي هي الابيض والبينك والبيج والكلام ده لا طلع اكتر ان احنا نستخدم حاجات كاليرفول فدي نقطة كمان الاخشيب طلع مودة جدا الاخشيب ملونة اه زي البامبو او كده يعني؟ البامبو والبوستايل ده كده كده ما بيروحش المودة بتاعته يعني موجود معنا بس انا اقصد الحاجات اللي هي فيها اخشيب متلونة دي برضو طلع ترندي قوي المرايات الكريستال كرام ده كله طبعا او دي حاجات ترندي السيزن ده ولا السنة دي؟ لا السيزن ده او السنة دي اللي هي دخلين عليها على 2024 داخل فيها الترندي ده اكتر طب ايه بالنسبة للشتة بقى يعني احنا خلاص فترة كده بسيطة هنبص نلاقي نفسنا خلاص في الشتة ساحيتها شايفة الترندي هيكون ايه او الحاجة المودة قوي هتكون ايه في الدكوريشنز؟ بوسي هو الاخشاب دي زي ما قلتلك طلع اكتر من الحاجات اللي هي فيها متل او فيها معايدن يعني؟ اه بالضبط طلع فكرة الاخشاب والاخشاب عمتم بتليق مع الشتة قوي الاسطايل اللي بوهو او الراستك ده بيليق مع الشتة جدا برضو الالوان اللي هيلي علاقة بالسنو علشان فكرة اننا احنا داخلين بقى اللي كريسمس والحاجات دي بعتبقى ترندي اكتر في الشتة طيب من وجهة نظرك شايفة انو خطوبة بيفرق عن بتاع الأفراح ولا ممكن نستخدم ده هنا وهنا هو ممكن نستخدم ده هنا وهنا بس طبعاً بتاع الفرح بيبقى أكبر يعني وفي حاجات بنعملها في الفرح مش بنعملها في الخطوبة عشان هتكون مثلاً أوفر شوية على بالضبط وعلشان لازم بقي فيه فرق بين الفرح والخطوبة زي فكرة البرايدل أنترنس مثلاً اللي هي الدخلة بتاعت العروسة بالضبط الدخلة بتاعت العروسة ممكن تبقى فيه برايدل انترنس غير الجست انترنس ممكن تبقى الدخلة بتاعتها جاية على الكوشة على طول فدي حاجات بتبقى لي علاقة بالفرح أكتر من الخطوبة ممكن يبقى فيه جزء الكاتب الكتاب لو هيتعامل في الويدنج فدي حاجات طبعاً بتفرق الفرح عن الخطوبة يعني طيب ايه أبرز الأخطاء اللي بتشوفي انو الويدنج بيقعوا فيها من وجهة نظركة ان يتعامل حاجة مش مناسبة للمكان يعني نستخدم ديكور كبير قوي علشان يبقى واضح في مكان زغير مثلاً ان يتوزع الترابيزات بطريقة ما تخليش الجست كله يشوف المكان الاساسي بتاع الكوشة وبتاع الدانس فلور فدي من الحاجات اللي باشوفها أخطوها بتتعامل في أفرح كتيرة ونتيجتها ان الناس مش كلها بتكون مستمتعة في الفرح او مش كلها بتكون مرتاحة بالزبط طب دلوقتي فيه زي ترند كده انو المعزين بياخدوا هدايا صغيرة هما ماشيين ايه أغرب الهدايا اللي بتتقدم واندي بيكون أكيد بوجت تانية غير البلانيج أصلاً صح؟ هو من أحلى الحاجات اللي انا باشوفها فكرة مثلاً يبقى فيه بفوتو بوث هما بياخدوا صورة يبقى معاهم ميموري من الحفلة نفسها أكتر من فكرة ان هما يبقى معاهم بقى جيباويز لازم تتكلف بوجت او يعني انتا قصدك اللي هو الفوتو بوث بتاع الصور اللي بيقفوا فيه كده ويتصوروا صور ياخدوها في ساعتها بياخدوها برنتت وبتبقى حاجة لذيذة مش مكلفة قوي للعرسان وفي نفس الوقت هما اخدوا ميموري معاهم في اليوم لكن طبع ببقى فيه افكار كتيرة يعني مجنونة طب ودلوقتي بتجو في الفيرست لك او النظرة الاولى او الطالة الاولى يعني العروسة هي هي بتكون هي هي نفس الشكل نفس الحاجة اللي بتحصل عندك اقتراحات جديدة او مثلا بتقترح عليهم حاجة مختلفة او كده عشان الفيرست لك لا هو دلوقتي اصلاً قصة الفيرست لك بقى بيبقوا متفقين عليها من الاول او انت هتنبهر هتنبهر وبحذرك او انت هتنبهر ولو ما انبهرتش هتبقى مشكلة او لأ بس هي يعني بيبقى ليها افكار كتيرة ممكن تتعامل مثلاً في الانترنس ممكن تتعامل عند الكوشة ممكن استفيد برضو بالديكور المعمول عشان نطلع معاهم مموري حلوة يعني بس هي من الحاجات الترندي طبعاً دلوقتي وبقيت عليها مشاكل كتير او طبعاً لو ما انبهرش ولا حاجة يبقى يومة بالضبط لانت لازم يتفاجئ جداً طب قوليلي تنصحي الناس باي بقى الديكوريشن اللي يتاجهوا ليها اليومين دول بتنصحيهن باي بشكل عاين وقت لازم يتوافيتهمين انا عنصاحوا أنه هم يبقى في توزيع للبودجت بتاعتهم يشوفوا ايها الأولويات بالنسبالهم ايها بأكتر حاجة مهمة بالنسبة لالعروسة في الفرح هالمهمة بالنسبالها مثلا الانترنس هالمهمة بالنسبالها السنتر بيس هالمهمة بالنسبالها الديكوريشن نبتدي نركز هي مهتمة بايه اكتر او بتحب بايه اكتر دي من الحاجات يعني اللي بركز مع كل عروسة فيها او صح صح حقيقي انا بشكرك شكرا جزيلا انت نورتيني استاذة اماني رمضان الودين شكرا جزيلا شكرا وشاهدينا خلصت حلقاتنا استنونا بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة برنامجكم صباح الورد